وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ هذا البيت تضمن ثلاثة أشياء أو ثلاثة مسائل مضى معنى المفرد إذا كان علماً وكذلك إذا كان نكرة مقصودة الآن يقول المفرد المنكور المنكور يعني النكرة غير المقصودة والمضاف أيضاً نحو يا عبد الله وما كان مشبهاً للمضاف هذا الحكم فيه النصب بلا خلاف يعني عادماً خلاف خلاف معدوم لا يوجد في ذلك خلاف المفرد المنكور مثل مثلاً لأن تقول يا ذاهلاً عن كذا أو يا غافلاً عن كذا أو كقول الأعمى المثال الشهير الذي أخذناه يعني في أول ما درسنا النحو وهو قول الأعمى أعمى يمشي في الشارع فقال يا رجلاً خذ بيدي هذا أعمى ونادى يعني أحس بأن هناك رجلاً لكن هذا الرجل ليس بمقصود نكرة وهي غير مقصودة رجل من الرجال سمع حركة فقال يا رجلاً خذ بيدي فهذه نكرة غير مقصودة حكمه النصب والمضاف أيضاً مثل يا عبد الله يا غلام زيد يا صاحبة يا قارئ الكتاب ونحو ذلك وشبهه مثل يا قارئاً كتاباً يا طالعاً جبلاً يا مشبهاً أباه ونحو ذلك الحكم في هذا النصب وهي مسائل واضحة وسهلة ثم أشار إلى مسألة بعد ذلك وهي في قوله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن أزيد أو أزيد بن سعيد لا تهن ونحو زيد نحن تعلمنا أنه إذا وجدنا في أول البيت كلمة منصوبة نبحث عن العامل فنقرأ منه نقول ضم وافتحن نحو زيد من أزيد من نحو أزيد بن سعيد لا تهن يقول إذا جاء إذا كان هناك منادى وكان علماً موصوفاً بإبن والوصف أيضاً كان مضافاً إلى علم وليس بين المنادى والوصف فاصل فحينئذ يجوز لك الوجهان أن تضم وأن تفتح فتقول يا زيد بن سعيد ويا زيد بن سعيد ويا زيد بن سعيد لك هذا ولك هذا على الشروط التي ذكرناها وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر